موسيقى مرحبا أصدقائي وسهلا فيكم درس جديد فيديو جديد طبعا درس اليوم كمان عن جمل تستخدم الحياة اليومية بس في شغل انه هدول الجمل تستخدم الى معنى تاني اذا اذا جينا نترجمهم حرفيا راح يطلع معناهن غبي شوي او مال ومعنى فالالمان يستخدمون ايه بس بيقصدوا معنى تاني راح نشوف هاي الجمل مشان ما اطول عليكم جملة الاولى ايغيت شنيل اندي لوفت ايغيت شنيل اندي لوفت معناته الحرفة انه هو يذهب سريعا الى الهواء اذا بس هي معناته المزبوط انه هو يغضب بسرعة انه هو شديد الغضب اذا بسرعة بيغضب فاذا سمعت شيوم من حدا انه دوكيست شنيل اندي لوفت مو معناته انه روح بسرعة على الهواء لا انما انه انت بتغضب بسرعة الجملة الثانية عنا ايغيت في اين فاصفال طبعا ايغيت يعني هو يتحدث او يتكلم في اين فاصفال اين فاصفال هو الشلال شلال المي اذا شلال المي معاته فاصفال فصارت معنا انه هو يتحدث كشلال اذا هو بيحكي مثل الشلال المقصود من هذه الجملة انه هو بيحكي بسرعة كتير او بيحكي كتير اذا بيحكي بسرعة كتير او بيحكي كتير ايغيت في اين فاصفال أعتقد أنه يتحدث عن شراء طبعا معنى الحرفي أنه يتحدث مثل الشلال لكن المعنى الذي يقصد فيه أنه يتحدث بسرعة كثير الجملة الثالثة لدينا إشترك دي داومن طبعا في الفعل دركن يعني يضغط داومن هي الأصبع الإبهام فأنا أضغط لك أصبع الإبهام هذه معناته الحرفي أنا أضغط لك أصبع الإبهام لكن المعنى المقصود من هذه الجملة أنه أنا أتمنى لك الحظ إذا أسمعتها بيوم الأيام لا يعني أنه أنا أضغط لك أصبع الإبهام إلا أنا أبstenى لك الحظ إذاً إشترك دي داومن حيث abbiamo الجملة اللي بعدها إدمالة confidence 積الى confidence معناته … إن وفي نفس القارب نجلس إذاً إذاً نجلس في نفس القارب نحن نكون في نفس القارب إذاً بتويت يعني قارب squash adalah drops إن فن capac材 إن المقصود معناه هي أن أدasy أنه نحن سواء بكل شيء يعني أنه اللي بصير عليك بصير عليّ أو من هذا المعنى طبعا معنى هاي الجملة إجا من أنه إذا في عدة أشخاص بنفس القارب إذن بالبحر مثلا وصار في مشكلة على واحد أو صار معاهم مشكلة بالقارب أو أي شيء فاللي بصير على واحد رح يصير على الكل فهو كمان نفس المعنى معناته أنه نحن سواء اللي بصير عليك بصير عليّ الجملة اللي بعدها إذاً 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 ما رح تعمل من هذا الشيء إذاً 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 عندنا الجملة اللي بعدها هاي 0-8-15 0-8-15 إذا سمعتها من ألمان طبعا ما رح تفهم معناتها إذا ما كنت عندك إطلاع على هذا الشيء طبعا 0-8-15 بتعني أنه ما جبت شيء جديد أو هذا الشيء بايخ أو هذا الشيء معروف بكل بساطة إذا أنت حكيت شيء ورد عليك حدا من الألمان مثلا 0-8-15 فهذا الشيء معناته أنه أنت ما جبت شيء جديد كلامك يعني على الفاضي وكذا فهذا الحكي مالو طعمي وهيك فنل أخذ 5 سن معناته أنه ما جبت شيء جديد أو شغلة من عرفها أو الكل اللي بيعرفها أو هيك شيء الجملة اللي بعد عناه فو ييماندم ديمهوت تسين إذا فو ييماندم ديمهوت تسين معناتها أنه رفع القبعة لأحد إذا نوعا ما واضحة يعني بس تستخدم استخدمها الألمان طبعا معناته أنه هذ الشخص ترفع له القبعة إذا ترفع له القبعة نوعا ما نفس عنه بالعربية أنه نحن مقول كلانا هذ الشخص ترفع له القبعة هذ الشخص يعني كبير هذ الشخص معروف هذ الشخص يستحق الاحترام والتقدير آخر جملة عنه ايش كان ديش نش تهم طبعا كثير مضحكة هذه الجملة ايش كان ديش نش تهم ايشucc 금ك في رأون ايش كان ديش نش تهم انه لا استطيع سماعك ما عم بسمعك إنه مظلم إنه عتمي في المطبخ ما عم بسمعك لأنه في المطبخ عتمي إذن هذه الجملة تستخدم بس مغزى منها أو المعنى أنه أنا مطنش ما بدي أسمع إذن إذا أنت نادرت لحدا ورد عليك أنه عتمي في المطبخ إنه مطنش فمعاته ما بدي أسمعك أو مطنش وإذن أصدقائي يكونوا وصلين نهاية الفيديو ونهاية الدرس كمان تكون الجملة مفيدة وحلوة وعجبتكم كمان وأكيد ما تستعملوا لايك للفيديو بالتوفيق لكم وشكرا